هل ممكن نعرف إذا كان الاختراق تم داخلياً أو خارجياً وكيف؟ أول شي سيداليا يعني بطبيعة الحال بس كنا عم نحكي عن جريمة إلكترونية مثل أي جريمة عادية في إلا نحن نسميه الفورانسيك ديجيتال فورانسيك انفستيكيشن أي التحقيقات الجنائية الإلكترونية والفرق أنه بس كنا عم نحكي ديجيتال كل شي بيبين بشي اسمه لوكس أي نحن بالسورفرات اللي موجودين هلأ بالمطار بيقدر ينعرف بكل بساطة مين فاته وكيف فاته وأي ساعة فاته وشو قدر غير وشو قدر عمله وكل التفاصيل اللي بدنا إياهون هلأ فيه أوات بالمحل معين إذا بيبين أنه هذا الشخص اللي فات واخترى لأي بي تبعيته أو فات عبر في بي أن أو فات من محل من كوريا شمالية أو أتفر منكون عرفنا كل التفاصيل بس ما منقدر نصله بس الأكيد منقدر نعرف كل التفاصيل المتعلقة بأي اختراق صار إذن شو اللي عم بيأخر صدور النتائج يعني نحن بعد لهلأ معرفنا من وين صار الاختراق ما طلعت الدولة وقالت لنا إذا كان داخلي أو خارجي أسبابه والأهم من هيدا هل هل أد فيه سهولة بأنه الواحد يفوته يخترق جهاز أمن مطار سيد داريال السؤال حتى تختارته وأخطر شيء هلأ عم سير أول شيء أنا برأيي بالنسبة لموضوع النتيجة رح تروح مثل الخبرية للخمسة أيام لقالى رئيس الوزراء السابق من بعد انفجار المرفأ خمس أيام ونعرف نتيجة التحقيق أننا ثلاث سنين أربعة سنين وبعد ما عرفنا شيء هذا الموضوع رايح بنفس الاتجاه هذا أول شيء ثاني شيء بالنسبة لسهولة الاختراك يعني بتخيل وزير الأشغال قال لبلسانه أنه أول شيء كل الأمن السبراني بكل العالم بمحل وبلبنان بمحل تاني عنا استراتيجية أمن السبراني معمولة من ست سنين من 2018 بس بعد ما فضي الشباب يعملوا لها المراسيم التطبيقية تابولا ويباشون نفزوها عنا شبكات اتصالات وإنترنت بلبنان بشهادة وزير الاتصالات ومدير عام أوجيرو إلى من الـ 2019 مش إنه مش معملة سايبر سيكوريتي مش معملة صيانة يعني عم تشتغل على بركة الله وعنا مثل ما تبين هلأ يعني من بعد ما أطلقوا رجعوا الشاشات وبلشت تشتغلي تخيل سيد داليا أنه عم بيشتغلوا على ويندوز اكسبير هيدا الويندوز له أكتر من 25 سنة معمول لهي شركة مايكروسوفت ما بقى عم تعمله لا صيانة ولا تحديث ولا شي وعم تقول لكل عالم هيدا أصلا ما مفيد بقاء يستخدم بعضهم عنا كتر خيالة مطار بيروت عم بيستخدموه نعم ولكن يعني استاذ رولان بالمطارات مطارات العالم بالمجمل هل هو سهل اغتراقهم يعني خلينا نشيل بيروت هو خلينا نوضح شي لأول شي ما في شي امن مية بالمية بس نفس الوقت كل يلي بنعمل بموضوع السيبر سيكوريتي هو تصعب الموضوع على المختاركين تا ما يقدر يخترقوا بسهولة وإذا اخترقوا تا يكون الضرر محضور بمحل معين لتبين نحن عنا أنه بمطار بيروت أنه أول شي نحن دايما بنعرف في إشة بتكون مرتبطة بالانترنت أنظمة يلي مضطرة تكون مرتبطة خارجيا وفي عندنا أنظمة مثل موضوع تبتيش الشينات ومتل موضوع شاشات المطار وزير الداخلية ووزير الأشرال أنه كل الأنظمة مرتبطة بعضها ومرتبطة بالانترنت وهذا شي يعني أي مخترق مجرد مخترق شي عبر الانترنت فات على قلب المطار صار قادر يجزدر ويعمل البدوية بكل الأجهزة والبضامج بقلب المطار طيب استاذ رولون كان في حالة هلع عند المسافرين وخوف من أنه إذا قدروا يخترقوا بهذه الطريقة جهاز أمن المطار ممكن لك أن يخترقوا حركة الملاحة الجوية هل هذا الخوف مبرر أو لا لا ما ممكن يعملوه أكيد مبرر خاصة أنه نحن بمحل معين ما بعض في ساعة بأي شيء بقوله المسؤولين يعني شفنا نحن وزير الأشغال بين أول يوم وثاني يوم غير به حديثه 180 درجة يعني إذا مليش المتطلع هو كان عم يجي يعتبر أنه لا هذا البرامج ما مفروض تكون مفصولة على الانترنت كله مفروض تكون مرتبطة بعض بس لما نسأل عن موضوع الـ Air Communication System يلي هو الملاحة يلي بيأخذوا الأوامر إذا بدك من مركز المطار للتيارات ينزلوا أو يعلوا أو يوطوا أو يتفر هذا الموضوع قال لا هذا مفصول على الانترنت وما بيكتم اختراقه فهون السؤال كيف يمكن أن تعتمد أن لا كل شيء مفروض تكون مرتبط بالانترنت يا إذا مثل ما كنا عم نقول بالأول البرامج والأجهزة الداخلية مفروض تكون مفصولة يعني كل شيء له علاقة بموضوع تبتلش الشناد والشاشات وغيرها مفروض يكون مفصول على أمل يكون الشيء قاله أنه موضوع كل شيء له علاقة بالملاحة مفصول عن بالأشياء وما بيجب تتم خرقه خاصة أنه وزير الأشغال بعده اللي هلأ عمقول بعدنا عم نحصل أضرار يعني بعد لحديث هلأ مش عارفين ضرر تبقوا الاختراك وين وصلوا لوين قدر شو قدر عمل أستاذ رولان سيد عماد كريدية بيقول أنه لازم نتوقع المزيد من الاختراقات اليوم أنت من خلال كلامك وأجوبتك اللي عم بتقولها تقريبا فيي أنا كمان أقول أنه اللي عم بيقوله أستاذ عماد مظبوط لك أنه لازم نتوقع المزيد من الاختراقات نسبة للهريان اللي يعني سائد بالدولة صحيح أو لا صحيح مليار بالمئة ورح إليك بعد أكتر من هك نحن أول سؤال مفصول يتجاوب عليه بموضوع المطار أمتين تم الاختراق لأنه بكل بساطة سيداليا لو ما تم اختراق الشاشات من قبل المختاركين وكان عندهم هدف واحد من موضوع الاختراق الشاشات اللي هو بس نعم في اختراق الشاشات ما قاله قيمة معنوية يعني ما في تسريب بيانات أو شيء أو كذا بس كان هدف إذا بدي كاموفلاش وهم بس يقوله أنه صار في اختراق هل يا ترى نحن نعرف أمتين مظبوط تم الاختراق بمطار بيروت لأنه تم الإعلان عنه من يومين ثلاثة بشفتنا الشاشات بس هل يا ترى بنعرف يمكن هل هو سنة و سنتان و ثلاثة قاعد بالسيلم جوا ونحن ما معنا خبر فكريمالاك نحن عم بيقلك على العميانة كل أجهة الدولة وكل برامج الدولة وسورفريات الدولة والبيانات تابعونه وكل شيء مختركة لآخر الدرجات وإلى سنين مختركة والكلمة وخبر والكل ساكت عن موضوعه والكلمة واطئة اليوم شيء بيخوف اللي أنت عم بتقوله اليوم إذا كانت أنا بشك إنه الدولة تقدر تعمل هيدا الشيء ولكن إذا اليوم نحن بدنا نصلح الخلل اللي حاصل شو الخطوات اللي لازم تتبع الدولة لحتى نقدر أقلهم نحس حالنا بأمان إذا كنا مسافرين أو الناس جايين يعني السياح جايين لعننا اليوم أنا بعرف كتير ناس كان في عندهم خوف وحتى في جزء منهم قال لا ما في داعي لحتى أنزل على بيروت إذا أنا على القليل اللي مش ضامن حالي أني عارف أوصل صحيح مية بالمية وأنا وحب منه سيد داليا بهذا الموضوع أنا هلأ ما بقى أنزل على النام لسبب كتير بسيط أنا ساعة ثلاث أسئلة لوزير الأشغال لما إجا قال ما في تقصير بالعمل بهذا الموضوع واللي صار منه نتيجة تقصير أول سؤال أمتين ونحن بحقلنا كمواطنين نعرف أمتين آخر مرة بالمطار جابوا شركة أمن وحماية تعمل تقييم للمخاطر بالأمن السبراني بموضوع مطار بيروت وتضوع لموضوع الصغرات لأصلاحها حقنا نعرف أمتين آخر مرة تم تحديث الأجهزة والبرامج والهاردوري اللي موجود بالطيران اللي شفنا بعضنا عم يستخدموا ويندوز أكس بي أمتين آخر مرة صار التحديث وصاب تطوير للبرامج السؤال الثالث والأهم لموظفين اللي موجودين تحت اللي أغلبيتهم مؤذفين بمحسوبيات وهذا أمتين آخر مرة نعملهم دورة تدريبية لا يتأهلوا تكونوا جاهزين لموضوع الاختراكات لموضوع تستيب البيانات وغيرها من التفاصيل كلهم منهم موجودين شو معايير الأمن والحماية لمفتوض مطار مثل مطار بيروت دولة يكون عم يتباعها بموضوع بموضوع السيبر سيكوريتي مثل بموضوع جي دي بي آر اللي هو جنرال ديتا بروتكشن ريجوليشن أنه الاتحاد الأوروبي لحماية خصوصية البيانات المستخدمين شو المعايير عم يتبقوها صفر ما في شي نحن تخيل وزير الاتصالات بمقابلة مع جريدة نداء الوطن من 4-5 أيام بيطلع بيقول أن أنا مفوت 220 مليون دولار على خزينة الدولة لوزاة المالية وبنفس الوقت ما عم بيعطوني من المصاري تطور الشبكات وحاستنا وأعملها شو يعني عم بيقول نحن رح نظلنا مختركين ومقوة أكد وزير الأشغال ومعنا سيبر سيكوريتي سراتيجي من 2018 بعض دي حتي تلها مفوتنا نعملها إذا بدك مراسيم تطبيقية تنبلش نرفزها وضع مأساوي جدا وأكتر ما منتخيل والقادم أسوأ بكتير من ياللي صار بما أنه يعني هيدا القصة طافت على الوجه وأنت مثل ما عم بتقول حضرتك هلأ أنه معايير سيئة جدا هل ممكن هيدا يأثر على وضع لبنان عم نحكي من حيث والملاحة الجوية على وضع لبنان مع الشرك شرك الطيران التاني اللي هي اليوم ممكن تخاف على أمنة وعلى ركابة من أنه يجوا على لبنان أكيد سيد داليا نحنا ممكن نحط مطار لبنان على وطالما إذا فيه خطر على الطيران أنه ينزلوا بمطار لبنان ما بقى حدا شركات الطيران والدول رح ترفض تنزل طياراتها بمطار لبنان لأنه برجع بقول هذا الشيء اللي صار بعد نحن نعرف بس يصير فيه اختراكات بأي دول عالم بأي دول وزيرها أشغال عم بقول أنه بكل العالم يصير فيه اختراكات بس لما يصير فيه اختراكات وانت عمل كل شغلك هذا تحسين حاصل بس لما أنت مشرع كل البواب ويصير فيه اختراكات وحتى تخيل كيف إله عين الوزير يقول نحن بعد ما عملنا تحقيق مع خدم الموظفين بعد يوم5000 من الكارس اللي صارت يعني إذا أنت بعد ما عملت تحقيق مع الموظفين شنات إنت تتعمل تحقيق مع الموظفين تتعرف كيف صار الخلل ومن أين صار الخلل فاكر ملايك نحن هلأ لما بيشوفوا كل العالم هلأ قد فيه استهتار بمطار بيروت هلأ قد فيه استهتار بأمن وسلامة المواطنين بالبيانات تباولون بعد هلأ ما طلع بيان بقول للعالم شو كانت الأضرار الناتجة عن موضوع هذا الاقتراك أكيد هذا الشيء يوصلنا وصنع المستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي الأستاذ رونان أبي نجم أنا بتشكر مشاركتك معنا شكرا لك